عملية حصاد الحنطة والشعير في بلدة برطلة بسهل نينوة انطلقت في الرابع عشر من أيار للعام الفين واربعة وعشرين واستخدمت فيها حاصدات حديثة تم توفيرها لأول مرة في هذا الموسم بدأنا الحصاد للشعير بتاريخ 14.5 وبعد الانتهاء الحصاد للشعير بدأنا بحصاد الحنطة بتاريخ 20.5 وكان الانتاج وفير وجيد للمحصولين الشعير والحنطة الغلة كانت من 500 كيلو إلى ألف كيلو يعني طن للدونم حسب خدمة الأرض ونشكر الرب على هذه العطايا الوفيرة وكان الحصاد جيد وبحسب تقديرات المتابعين فإن عمليات تسويق المحصول إلى سيلوات الموصل تتم بنسيابية بالرغم من حدوث بعض المعاوقات على بركة الله بدأنا موسم الحصاد عام 2024 الحمد لله ينتاج زين وبركة من رب العالمين هناك مساوية ومعارقلات تعرقل الزراعة لدينا أولا نقص الدعم الحكومي من أسمدة ومبيدات زراعية ثانيا الآن نعاني من مشكلة في تسويق المحصول هناك نقص في عدة ساحات لتستقبل محصول الفلاح في محافظة نينا وكلها الآن في منطقة بازوايا ومنطقة الأمين الثانية فهناك اختناق كل شيء نناشط للحكومة المحلية وفتح ساحات إضافية للساعد الفلاح في تسويق المحصول خبراء في الشأن الاقتصادي ينظرون إلى أن عمليات الحصاد الحالية بالوفرة الإنتاجية المتحققة لابد أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي العام في عموم محافظة نينوة وتنعقد آمال واسعة لدعم التنمية البشرية المستدامة بعد السنوات العجاف بسبب جرائم داعش ترجمة نانسي قنقر